يوم وأقبلت إلى الآخرة يوم كل يوم ينطوي من الدنيا تتقرب به إلى الآخرة عمرك محدود والزمن محدود فمتى وصلت إلى ذلك الزمن ودقت الساعة تركت الأهل والولد والمال وفارقت الجميع وأقبلت على الله وحدك لا تملك نفعا ولا ضررا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أصبحت يوما وأنت واقف بين يدي الله فإن كنت ممن سبقت له العناية وأحاطت به الرعاية سمعت قولنا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدي وإن لم تكن من ذلك أهلا فنسأله تعالى أن يقابلنا بقوله أنعمت عليكم فعصيتموني وأكرمتكم فخالفتموني واليوم أغفر لكم بكرمي وادخلوا الجنة هذا ما نرجوه من الله والواقع يا أحباب الأيام التي نعيشها كل لحظة منها تسجل علينا إن كان فيها إقبال الله فيهني أنك فيها وإن كان فيها غفلة فيا حسرته ويا حسرته ويا حسرته على لحظة تمر بك وأنت عن الله غافل المؤمن هو الذي يفكر ليس السنة بمرور الأيام أتى المحظرة فصالت أول السنة وانتهى زلحجيم انتهت السنة لا يعني تبدأ سنتك يوم يبدأ قلبك بمحبة الله يبدأ عمرك في يوم معرفتك لله وينتهي عمرك عندما تنسى الله ولما سأله سيدنا أبو يزيد البسطان رضي الله عنه أهل لكم عمرك كان يبلغ من العمر أربعا وثمانين سنة قالوا لكم عمرك قال خمس سنوات قالوا لكم عمرك بشيبتك خمس سنوات قال ما عرفت الله إلا منذ خمس سنوات فعمري قبل المعرفة كان لاش بدأ عمري يوم المعرفة كيف تعرف الله وأنت لم تتزوق كلام الله كيف تعرف الله وانت لم تتقرب إلى الله كيف تعرف وقلبك جاف من ذكر الله قلبك اقرأ القرآن فويل 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 للقاسية قلوبهم من ذكر الله ويل لا فساق وهلاء وشقاء ويل فهل قلبك حي بالله أم غافل عن الله هل تفتش في الحياة على نبذتك أو على شهوتك أو على بطنك أو على مالك أو تفتش على وصال قلبك من الله سأل نفسك لا ضغط شحاب الإنسان لازم كل ساعة يخلو فيها مع نفسه يسأل نفسه أنا مع من هل أنا مع الصالحين يقبلوني أن أكون معهم هل أنا مع الأولياء المقربين يقبلوني أن أكون معهم أم أنا مع الغافلين أم أنا مع المنحرفين مع من سأل نفسك اعرف نفسك تعرف ربك إذا عرفت نفسك بالفقر عرفت ربك بالغنى وإذا عرفت نفسك بالضعف عرفت ربك بالقوة والقدرة يا أحبابي أيام أيامنا تعد علينا أوقاتنا تعد علينا لك أوقات مباحة لا إثمى أهل بيت من المسلمين سروراً ولو كان الزوجة وأولاده من أدخل على أهل بيت من المسلمين سروراً لم يرضى الله له جزاءاً دون الجنة نكتب على البيت نكتب على البيت انوي انوي ادخال السرور على أهله انوي أن تؤذي بعض حقوقهم التي أمرك الله بها فأنت في طاعة عند الطعام وهو مباح نويت التقوي فهو عبادة عند العمل وهو مباح فإن نويت خدمة خلق الله فهي عبادة فإذا كل نية كل عمل تنوي به التقرب إلى الله ينقلب إلى عبادة وطاع وإذا ذهبت ورجعت من غير نية فحياتك لاش ليس لك أجر وليس لك ثواب وليس لك ارتقاء وفي ذلك إلا تغلقت يغفر قلبك عن الله وتنسى الله وتنسى تقاء الله وهذا شقاع يا أهباب لا تظنوا الدنيا مالي رأينا الأغنياء ورأينا شقاع الأغنياء أغنى رجل في العالم كان يملي أكتم من أربعين مليار دولار أغنى رجل في العالم تحرص مكاتب في أصيده يقول في الدنيا ما تركت لزة إلا وتناولتها ولا تركت شهوة إلا وعملتها فلم أجد لذة التي أرجوها وأطلقها ربت لزة مع ملاي فقررت الانتحاص لعلي أجد تلك اللذة ما عرفنا نحينتين العذاب الأدنى إلا العذاب الأكبر وهذا أغنى الأغنياء فليس المال يأمي فيه لزة وليس المراتب والمقامات كمان فيها لزة من لم يتزوق حب الله ما عرف لذة في الحياة والله لو جمع المال ولو حضر لو صام ملك الدنيا والله ما تذوق لذة في الحياة لا أظن أن الأولياء والسلحاء أنه معدل لزائز النزل الحقيقية عند أهل الله ورضي الله عن الإمام الجين جنيد لما قال والله لو تدري مولوك ما نحن عليه من الذذة لقاتلون عليها بالسيوف والله بالسيوف والرماح ومن ما أكسب من ذلك لأن الملك يفتش على عن زائز الحياة ولو عرف والله لسجدة واحدة في ظلمات الليل بين يدي الله وأنت بزلدك تقول يا رب والله لهي أغنى من الدنيا بما فيها ذهبا الله يدوأكم حلاوتها والعام الجديد حصل ودخل قابلوه بالأعمال وأن الصالحات يكتروا من النوايا لو بدك تخطي خطوة أنوي تعودوا النية في كل عمل ليش رايح على الجامعة؟ رايح أحضر المولد لا هذه نية ما رح تكسب فيها شيء ذاهب إلى البسجد بأصل روحي برسول الله رايح إلى المولد لأتشوق وتم حبة رسول الله صود المية الغالي رايح تهضر المولد شو تاني تهضر المولد رايح بي أوسل قلبي بالحبيب الأعظم لا يعني لا يعني لا يعني جاي على الجامعة لك الناوي نوعية جايتي على الجامعة اللهم ببركتي هذه الليلة تجمع قلبي على مرضاتك ومحبتك تجعلني من أهل القرب في الليلة الله يجبر خاطركم يرضى عليكم وعلى زريتكم وعلى والدكم وأهلكم